السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد بعد أيام يا جماعة بعد أيام قليلة جدا بإذن الله هيحصل حدث خطير جدا في عالم الشباب حدث مهم جدا بالنسبة الكتير جدا من الشباب مهم قد يكون أهم من مطش الأهلي اللي كان موجود الليلة والناس بتبعه في كل الأماكن حدث عيد الفلانتين العالمي عيد الحب العالمي بعد أيام يا جماعة الدنيا كلها تحمر الكرة الأرضية هتحمر هنبقى أحمر كوكب في العالم كله وفي الكون كله بعد أيام كل حاجة لونها أحمر هتغلى الدباديب الحمرة هتغلى الشمع الأحمر هيغلى الإقلام الحمرة هتغلى إلا حاجة واحدة بس لونها أحمر هترخص دم المسلم هو اللي هيرخص بعد أيام نتيجة المعاصر اللي المسلمين هيعملوها وشباب المسلمين هيعملوها بعد أيام فيروس خطير جدا هيكتسح جسد الأمة فيروس إيه؟ فيروس الإيدز أخطر الإيدز أخطر من الإيدز كمان أخطر من الإبولة اللي بتسيح الجسد البشري أخطر من الكوليرا اللي موتت نص أوروبا لما اكتحتها من مئات السنين أخطر فيروس إيه؟ فيروس الفلانتين يا جماعة أنا جاي اللي أحذر كل شاب وفتاة من فيروس في غاية الخطورة جاي يكتسح قلوب شباب الأمة وجاي يدمر علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى فيروس الفلانتين اللي لازم نواجهه الغرب بيترعب من فيروس الإيدز من فيروس الإبولة ويصرف مليارات عشانهم إنما احنا فيروسات الدين هي اللي بتحفزنا إن احنا نقوم ونجاهد عشان نحاربها يا إخواني من أيام كانت لسه غزة 1300 شهيد دمهم لسه مبردش تحت التراب لما الواحد بيشوف المناظر اللي في غزة لغاية الوقت هممت إن أنا أعمل ورقة أوزحة في كل مكان أجيب صورة الطفل اللي طلعوا من تحت الأنقاض متفحم حتة فحمة ما عادش بني آدم فحمة بني آدم فحمة لغاية إن لحم رجليه اتحرق تماما وسقط وعاد عضم لجليه اللي بيض باين والباقي الجسم حتة فحمة طلعوا وأجيب جنبها صورة ولد وبنت قبل ماشيين على الكورنيش وأقول ده بسبب دول أجيب صورة البنت اللي والله ما قدرت أن أنا أكمل الفرجة على المنظر بتاعها لنهاية الفيلم بتاعها البنت اللي اليهود ضربوا جميع أسرتها وكلهم جسس متقطعة مرمية ومنظر عربات الإسعاد جاية قاعدة تشيل في الجسس وهي الوحيدة اللي عاشت في العيلة كعدت اليهود دايما يقتله كل العيلة اللي طفلة صغيرة حتى الأطفال الزكور بيطلعوش رجالة طفلة صغيرة اللي دايما يسواها في كل عيلة والبنت تجري قاعدة بتجري منظرها رهيب منظر الألم اللي على وشها منظر مش ممكن قلب طفل في السن ده يحتمله وهي بتصرخ وبتتمرمغ في التراب جنب جسة أبوها بتقول أبويا إخواتي منظر رهيب يا جماعة أجيب المنظر ده وأجيب جنبه الشباب في الجامعة أو في النادي ليلة الفلنطين أو يوم الفلنطين السعيد ويوم بيحتفلوا به في فلنطين داي وقته بدا بسبب دول اللي بيحصل ده بسبب نحن يا جماعة عايزين نفوق يا جماعة أنا بكلم مين الليلة أنا بكلم كل شاب وفتاة في حلاقة حب سعيدة جدا بكلم كل شاب مستني الفلنطين داي بعد أسبوع عشان يجيب هدية أي هدية لون أحمر ويقدم الحبيبته في هذا اليوم العظيم المقدس اللي بيتعبدوا بشعائر الحب فيه بكلم كل واحد نفسه يدخل في علاقة حب كل باحث عن الحب وكل باحث عن الحب بكلم كل واحد كل واحد في علاقة حب ومستنى هذه الأيام بفرق الصبر بكلمهم جميعا وبقولهم عايزين نفوق يا جماعة أنت تخيل أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وقف قدامك واليهود والنصرة وقفين قدامك كل ما تدخل في الفلنطين أكتر اليهود والنصرة يفرحه وهتحزن قلب النبي كل ما تدخل في تشاركي في الفلنطين أكتر اليهود والنصرة يفرحه فينا والنبي عليه الصلاة والسلام تموه وتنزل من عنه أنت عايز تحزن قلب النبي وتفرح قلب اليهود والنصرة ولا عايز تفرح قلب النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة الوقت محمد أحمد إبراهيم هيعمل فرحه وجورج مخايل مش عارف هيعمل فرحه تخيله ده هيلبس نفس اللبس اللي هيلبسه ده وهيجيب فستان لمراته من نفس القتله اللي هيجيبها ده وهيقعد مراته في كوشة قدام الناس زي ده وهيحجز قاعة في النادي اللي هيحجز فيه دهو وهيجيب المعزيم رجالة وستات مختلطين زي ده وهيجيب فرق ومعازف ومغنيات ورقصات زي ده وهيجيب زفة ومعازف واختلاط برا النادي زي ده لو انت دعيت لفرح محمد اتروح ما انتش عارف فرح محمد من فرح جورج ما انتش عارف ما عدناش عارفين فاطمة من ماري يا جماعة ان فاطمة لابس نفس نفس ماري وبتسمع نفس الاغالي اللي بتسمعها وبتحب نفس المغانين اللي بتحبهم وبتتبع نفس القنوات اللي بتتبعها لحد امتى هنفضل في وقع الكتب اللي احنا فيه 17 مرة في اليوم ده اللي بيصلي بيقول اهدنا الصراطة المساقم اهدنا انت صادق زي واحد يقول لي هات لكوباية مية اروح اجيب له كوباية مية لا مش شارب ما عاليش كامل كوباية مية سانعة عطشان اروح اجيب له كوباية مية يرميها ويضلقها ما عاليش كوباية مية سانعة موت من العطش اروح اجيب له كوباية مية مش عايز حاجة منك هعمل في ايه هيبقى نفسيته ايه انت كل شوية يارب yeديني يا رب اهدنا الصراطة المستقيم قربني منك يارب تبخد دروس دينية مش حاضر تبخد شراية دينية مش سامع طب خد موقع اني انت إسلامية لا لا انا عايز الموقع التانية طب خد قنوات دينية انت عايز ايه يعني احنا بنكذب على ربينا في الصلاة بنكذب على الملك سبحانه وتعالى انا بكل مين بكل واحد معني ومهتم بالفلنطين دي العالمي وبيقول هابي فلنطين وماري فلنطين لها بفلنطين ولا ماري فلنطين اجماعة انت لازم تسمعني انت لازم تركز معاي احنا في موقف خطير احنا الوقت مش وقفين بين ايدين مدير في الشغل ممكن يرفلك او او يديك علاوة انت مش وقفة قدام دكتور جامعة ممكن ينجحك او يسقطك احنا بين ايدين ربنا اللي يملك مصيرك ومصيرك ومستقبلك ويملك دينك ودنيتك واخرتك احنا جامعة 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 الموضوع في غاية الخطورة نار هو القنابل النووية لو قالوا الوقتي من انتل انتاج الاعلامة هتتضرب بالقنابل النووية اللي أعمل ايه تخييلوا الفزع اللي هنبقى فيه هو القنابل النووية اشد من الحميم هو الاسلاح الكيموية اشد من المهل هو القنابل الارضية كلها اشد من الزقوم يا جماعة نار نار يا جنة تخيالوا ربنا بيقول يوم ايذن يتفرقون يومην الايامة يا تارى جماحنا الوقت الملمومين جامعه كلنا بنسمع وكلنا بنتفرج وكلنا مع بعض يا تارى يوم الايامة يا تارى مين اللي هيعدي من عصراته ومن اللي رجله هتزله ويسقط في النار مننا يا ترى مين اللي أول ليلة في القبر هيتجاوب على أسئلة الملكين ومن اللي مش هيدر يجاوب وقلبه مش هيدر يجاوب مننا يا ترى مين اللي لما يقف على ربنا هيتدينه كتابه بيمينه ومن اللي هياخد كتابه بشماله مننا يا ترى يا جماعة مين اللي هيقف على باب الجنة هيتفتح له أبوابها التمانية ومن اللي هتتقفل في وشه كلها مننا يا ترى يا معا يومئذن يتفرقون لما نتفرق كل واحد مننا يروح فين كل واحد مننا يركب طيارة رايحة لأني المقام يا جماعة جلنا أونار الموضوع خطير أنا عايز أقول لك في الأول وعايز أقول لك اسمعيني ركز معايا اسمعني حبيب قلبي وقاله لو كنا نسمع أو نعطل اسمعني الفلانتين ده علامة من علامات الساعة أصلا علامة من علامات اقتراب اليوم الآخر من علامات الساعة الساعة علامات الساعة عشرات ومئات علامات الساعة ظهرت لغاية الوقت واحنا غفلين ومش داريين الواحد بيفكر انه يعني لازم لازم دعا يتكلموا بكل قوتهم عن علامات الساعة الواحد لما بينزل من بيته على ما بيرجع تاني بيشوف عشرين تلاتين علامة من علامات الساعة تخيل انك انت في امتحان وجالك مكالمة من الكلية بالليل قالوا لك خدي بالك امتحانك بعد اسبوعين اللي اتاخد بيش حتى التخرج ازاي انا مستعدتش خدي بالك الصبح وصل لك رسالة بتفتحيها امتحانك بعد اسبوعين بتفتحك جورنال تقريه ده الامتحان بتاع الدفع الفلانية بعد اسبوعين بعد كده لقيت صاحباتك بيتصلوا بيك امتحانك بعد اسبوعين بعد كده انت نازل الشارع لقيت اليوفط متعلقة في الشوارع الامتحان بعد اسبوعين علام الليل لقيت العربيات دائرة في الشوارع بميكروفونات الامتحانات بعد اسبوعين تخيلوا الرعب اللي انت هتبقى فيه ده معناه انه امتحان خطور جدا وكل الرسال دي جات لك ملكش حجة يا جماعة علامات الساعة أجراص إنذارها بالدق باستمرار بدون انقطاع أعدى الدق على أبوابنا أجراص الإنذار ما عادلش بتتوقف ما عادلش بتتوقف لحظة إحنا مش عايزين إنذار مبكر للزلازل زي ما أمريكا بتعمل ولا إنذار مبكر واكتشاف مبكر للسرطان زي ما الناس اللي خايفهم السرطان بتعمل إحنا عايزين إنذار مبكر للقيامة للطامة للصخة يا إخواني في اللقاء من علامات الساعة اللي لسه ما ظهرش من انتشار الزنا يعني نسبة الإدز في العالم الوقت بقت واحد في المية عارفين يعني إيه واحد في المية من سكان العالم عندهم إدز يعني خمسين مليون من آدم يعني الناس دي زنت كم مرة عمواعد في الإدز واللي زنا ما وقعش في الإدز قد إيه بقى يا قلنا أكتر منهم بكتير يا إخواني رحوا مطرب أنا بتنتحك انتشار الربا دخل في كل بيت من بيوتنا للأسف الشريط إيه اللي من علامات الساعة زور الكاسيات العريات أهم مليون الشوارع ونزول الشارع لأي شاب مش متزوج مخاطرة الوقت إيه من علامات الساعة اللي لسه مظهرش ظهور المعازف بقى فيه دعاء بيدعو للمعازف الوقت إيه من علامات الساعة اللي لسه مظهرش انتشار القتل شوف انتشار البلطاجة بقى شكله إيه انحصار نهر الفراط عن جبل من دهب القتال في العراق بدأ من قبل ما جبل الدهب يظهر إيه مدعي النبوة القضيانية والبهائية إيه اللي لسه مظهرش يا جبا إحنا منلعب يا أمة محمد علامات الساعة قعدت ضق نواقس القطر على أبوابنا وإحنا مش حاسين كل متبرجة علامة من علامات الساعة أي والله بكلام النبي نساء كاسيات عريات كل أغنية وشريط أغاني وغنية حب علامة من علامات الساعة كل شريط جديد من شراية المغنيين والمغنيات اللي منزلينها الأيام دي ومنسبة الفلنطين علامة من علامات الساعة كل موقع نت قذر كل قناة فضياء قذر علامة من علامات الساعة كل بنك ربوي علامة من علامات الساعة كل عق واحد عقل والده كل تاجر مخدرات كل مغنية وممثلة وفنان علامة من علامات الساعة فالنتاين علامة من علامات الساعة فيروسات الفالنتاين علامة من علامات الساعة جماعة احنا بنلعب يا اخواني احنا بنلعب الله لازم ننتبه يا شباب لازم تسمعيني لازم تسمعني انا جاي النهاردة عشان احذرك وحذرك وخلي اللي مش واقع في الفيروس ده يحذر الدنيا كلها إحنا وراء نرسالة وراء نرسالة مقدسة تجاه الأمة في هذه الأيام انقذ الأمة من فيروس الفلانطين الفلانطين فيروس اللي جاي اكتسح قلوب شبابنا و جاي يدمر ، هيدمر شباب أكثر من كده إيه شباب جيل محوط محبت هيدمر أكثر من كده إيه هينزل في الإيمان أكثر من كده إيه هيدم وينبعد عن عقدته أكثر من كده إيه عايزين إنقاذ سريع يا جماعة إنقاذ سريع بقدر المستطاة يعني ممكن شاب الوقت يقول لي وممكن بنتي الوقتي تتكلم يقول لي أن أنا أنت يعني بص أنا ما قدرش أسيبها أنا بحبها أنت مش عارف يعني بحبها أنا ما قدرش عيش من غير حب ما تقدرش تعيش من غير حب ومين اللي استحق الحب هي وانا ربنا ومين اللي استحق الحب هو وانا ربنا مين اللي استحق قلبك ومهجتك وكل زر في قلبك أنا ما عليش كلامك جميل ومقتنع بس أنا ما قدرش أستحمل قول لي سيب المخدرات قول لي سيب النت تقول لي سيب أي حاجة لما تقولي اسيمها ده هيا المعنى بتاع حياتي ده أنا مش عايش لهدف غير عشان أرطيها ده أنا لو هي راحت من حياتي مش هيبها عند أي معنى اشتغل عشانه وأنا ده هو هدف حياتي ده هو اللي مال عليَّ أليَّ قلبي ده أنا معادش حياتي له معنى من غيره ياه بتحبها أه بحبها لو بتحبها سيبها لو بتحبها خاف عليها لو بتحبها خاف عليها نقول أن لكم بتودها لجهنم الوقت أنت بتحب نفسك fitting بتحبها والله ما بتحبها انت بتحب نفسك لو بتحبك وتتخاف عليه من جهنم اللي انت بتوديه برجلك اليها بتسلمي بأيديك لجهنم انت تقدر تشوف هوية متقطعة تحت قطر في حدسة قطر متمزقة لا ما ادارش ما تقدرش انت بتودها جهنم اللي هيحصل فيها اشد من اي حدسة قطر واشد من اي تمزق واي حدسة عربية ترضى انك انت تبقى سبب ضمة القبر عليها في اول ليلة في القبر ترضى انت تعرف لو وعت من عصرات انت السبب في واعتها لو اتحشرت في جهنم انت السبب في تزولها جهنم لو ربنا قال عليها اخذوها فاغلوها هاتبقى انت السبب لو كاف سيئاتها طبت هاتبقى انت السبب لو عذبت في قبرها هاتبقى انت السبب ترضى ترضى ناتجة يوم الايامة متعلقة في رأبتك وبتقول يا رب هو اللي ضحك عليها هو اللي فتني بتحبها اه بحبها لو بتحبها لو بتحبها خف عليها انت سبب فتنتها في الدين الوقتي انت اللي بتفتنها في الدين الوقتي لو بتحبها خاف عليها انت ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلاهم عذابوا جهنم انت بتفتنها في دين هالوقتي ترضى كده لو بتحبيه خاف عليها انت بتودي جهنم لو بتحبيه ابعيد انت اللي بتفتنيه في دينه الوقتي انت عارف لو انت اول ولد في حياتها اه انا اول ولد في حياتها كل سيئات عمرها في مزانك ليه لانك انت اللي علمتها المشي في الطريق ده لو بتحبها لو عاوز اسبها لو عاوزها سيبها ازاي لانها مش فيد نفسها ولا فيد أبوها دي فيد ربنا سبحانه وتعالى مش هتاخدها من ربنا غصبا عنه مش هتاخدها من ربنا بمعصيته لو خدتها بمعصيت ربنا ربنا هيزلك بيها ويعزمك بيها لو بتحبيه لو بتحبيه بعد عنه انت يا بنت من لبس اللي انت لبساه عشان تحلوه فانه اللبس اللي مخليك زي فتاة الاعلانات بتاعت الجرايط الناس يتفرجوا عليها وبعد كده يرموها في الزبالة مع ورق الجرايط لو بتحبها لو بتحبها اصل خد بالك اصل ممتها على علم وربنا برضو على علم وربنا على علم وخد بالك كما تدين وتدان سلف ودين انت وانت عاد الوقت بتكلمها في التليفون بالك ساعتين انت مراتك اللي هتتجاوزها بعد كذا بواحد بيكلمها في التليفون الوقت برضو باله ساعتين وبيقول لها نفس الكلام اللي بتقوله لها خد بالك انت وانت واقف معها بقالك 4 ساعات وبتقول لها الكلام اللي بتقوله لها مراتك الوقت في نادي تاني وفي كازنه تاني اعدى مع واحد تاني اللي هتتجوزها بعد كذا سنة وبيقول لها نفس الكلام وبيمسك ايديها نفس المسكة اخد بالك كل رازرة تنظرها لها دين هيترد من عرض مراتك كل كلمة بتقولها لها دين هيترد من عرض مراتك كل مسكة ايه دين هيترد من عرض مراتك طب انا انا مش عايز كده انا عايز اتجوز انسان عفيفة وطهرة عايز كده توب من اللي انت فيه عايزة تتجوزي إنسان نظيف توبي من اللي أنت فيه لازم يا جماعة كما تدين وتدين بتحبها أنت وقف معاه بقالك 3 ساعات أو بتكلمها بقالك 3 ساعات ربنا نظر لكم من فوق 7 سماوات مش خايف أنه ربنا ينزل لك نظرة غضب وانت وقف معاه 3 ساعات معرض نفسك لنظرة غضب من الله أنت حارف لو ربنا نزل لك نظرة غضب هتضيع هتضيع كل حاجة في حياتك هتنتهي ألا أنا هتعذب شوية في النهر وخلاص الضمالك في الدنيا لما بيتغمس في النار غمسة واحدة بيقول ما ذقته نعيما قط أنت مستهين بضمة قبره واحدة أنت مستهين بمقمع حديد واحد أنت مستهين بمقمع أنت مستهين بإني باب من أبواب جهنم بيتقفل عليك خمس دقايق أنت مستهين بمس سقر اللي بيذهب العقل ويجن الإنسان أنت مستهين بإيه يا حبيب قلبي وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله ممكن الكلام اللي بقوله لك الوقت ده آخر رسالة هتوصلك قبل ما يتوفك الله سبحانه وتعالى يتوفك على طاعة يتوفك على معصية لسه أخت من أخواتنا الفاضلات ربنا يبارك فيها من أخواتنا في كل طب وهي رجعة وكانت في أسرة وكانت يعني قائدة أسرة من أسر الدينية وهي جاية كلية يحصل حد ستموت الله يرحمها الله يرحمها تكتشف أنها كانت قائمة الليل بتقوم الليل بجزء وقائمة الليل الليلة ما ماتت وماتت ويا مسكة المصحف الله يرحمها وكانت عاملة مشاريع دينية مشاريع للدعوة مشاريع النصر تغزة وعملة مشاريع في الطب لخدمة المسلمين وعملة 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 لما تشوف المنظر ده تقول الواحد عايز يموت كنا جماعة الواحد عايز يموت موت ربنا لعل ربنا يرضى عنها ان شاء الله بإذن الله بمقدمة ان شاء الله وبرحمته الوزعة انت هتموت هتموت بس هتموت على ايه هتموت والناس قعدة متقلمة في قلبها محدش عايز يتكلم ويقول ماتت على التبرش محدش عايز يتكلم ويقول يا عيني يا رتها تابت قبل ما تموت ولا عايزة تموت وكل الناس تقول الله يرحمها ده كانت انسانة مؤمنة تقية تقابل ربنا ربنا فرحان بيكي ربنا فرحان بيكي ومفرح قلبك بلقاء وعطيها بتحبها ايوة بحبها طب خد بالك مع ما قلت ان حبك طاهر وبريق خد بالك انك انت على يمينك ملك وعلاش ملك ملك وقفتك معاها هيكتبها ملك اليمين ولا ملك الشمال خد بالك ان الارض انت وقف عليها وانت بتكلميه في التليفون او وقف معاها في اي مكان هتشهد عليكي او ليكي يوم القيامات هتشهد عليكي ولا ليكي خد بالك ان انت ونت واقف معاها اربع ملايكة من ملايكة الرحمن برقبتكم ملكين عليك وملكين عليها برضو ما انتش خايف من ربنا خد بالك لو انت بتكلميه النبي داخل عليك عليه الصلاة والسلام وقالك انت بتكلمي مين هتقوليه صديقي هتقدر تنطئب بقك لسانك هقدر يتحرك خد بالك لو انت واقف معاه وملك الموت نزل في اللحظة ديه هتقول لي ملك الموت وهتقول لي ربنا ايه كنت بحبها يا رب كانت صاحبتي كانت مامتها عرفة دليل شرع ان مامتها عرفة خدوا بالك يا شباب خدوا بالك يا جماعة من فيروس الفلانتين الفلانتين فيروس اللي برع يكتسح شباب الامة وشوارع المسلمين يبقى لونه احمر والجامعة يبقى لونه احمر والتيشرتات الحمرة والدب ديب الحمرة ولا حياء ولا حياء الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول اذا كان يكونوا في اخر الزمان يكونوا في اخر الزمان من علامات الساعة خسف ومسخ وقذف خسف يعني زلازل ومسخ زلازل يا زلزال تركيا اللي قاتل 40 ألف وحد فاربع فاربعين سنة زي زلازل امريكا المدمرة زي زلزال ايران اللي يوميا بيحصل زلزال في ايران زي زلزال اليابان اللي قاتل نصف مليون يكون كخصف وقذف كخصف ازاي الارض تقذف بالحمم والبراكين والسماء تقذف بالشهب والنيازك الشهب والنيازك دي ممكن تعمل حاجة تعمل حاجة ده الارض ابيدت الحياة عليها اكتر من مرة بسبب الشهب والنيازك بس احنا اللي ما بنقراش ومش عارفين ادي خطر رهيب ده احنا تحت رجلنا وحوش نايمة وحوش لو فتحت بؤها تبلع البشرين دي كلها اسمها البراكين حمم بحار من الحمم المتفجرة الملتهبة لو بست صدعت الارض وطلعت هتلهب ملايين البشر وتحرقهم في سواني احنا جماعة يكونوا في اخر الزمان خصف ومسخ وقذف المسخ مسخ القلوب ومسخ الأجساد والمسخ في القبور والعذو من الله والمسخ الاخروي ده امتح رسول الله امتح الكلام ده يحصل رسول الله امتح العقوبات الرئيبية تتنزل يا رسول الله المعازف والقينات واستحلت الخمور ظهرت يعني ايه ظهرت المعازف ظهرت يا جماعة ظهرت يعني بقت ظهرة يعني بقت عربيات الشباب في الشوارع كلها بشغلاها يعني بقت محلات بتفتح عشان تبيعها شرعت وسنعات الأغاني يعني بقت القنوات بتاعت الأغاني اشهر قنوات وإذاعات الأغاني يعني يا جماعة عادي ان بنت تنام ويشغل الام بثري او مشغل الكاسد بصوت عالي او كمبيوتر على الأغاني بصوت عالي وماشي مكسوفة ظهرت ظهرت المعزف والقنات القنات زي المغنيات القنات زي البنات اللي ماشيها في الشوارع مع الشباب في علاقات الحب ولا هميمها ان اي حد يشوفها ولا هميمها خلاص سقط الحياة تماما لما يظهر ده لما يظهر الفالنتين في المجتمع لما تظهر الظواهر ده ايه كلها في المجتمع لما يبقى عمره ظاهر لما الدبادم الحمر اللي هيتخدها الحبيبات لحبيبهم وياخدها المحبين لحبيباتهم تتبع في الشوارع قدام الأباء والأمهات وقدام الناس كلها تظهر علانية ساعتها يكون في الأمة قصف ومسق وقصف والعزب الله يعني أنت هتبقى سبب من هذه الأسباب على بات الساعة بتحذبنا كلنا يا جماعة بتحبها بتحبها دي يعني تحبها ضربنا كلا لو بتحبها سبها والله لو بتحبها سبها عشان ما تتعاقبش فيها ولو بتحبيس بيها عشان ما تتعاقبش فيه البنت اللي كانت ركبة في التاكسي والولد اتصل بيها وأنا سابع المكالمة بيقول لا تعالي ودونك نتحر يعني يقفوا مع بعض في الجامعة قالت له أنا مش هقف معك اتحرق في الشمس مجدعة هتقف معا خمسين ألف سنة في حر يوم القيامة مجدعة برضو لو مستبتهوش لازم يا جماعة ننتبه لازم نستيقظ يا جماعة لازم نرجح لربنا هي الوقتي لو بتحبها هي أكتر واحدة انت نفسك انك تشوفها في الدنيا بس ستبقى أكتر واحدة انت كاره انك تشوفها في الأخرة يا ترى يا أختي هو هيبقى زوج الدني زوج الآخرة ولا عدو الآخرة يا ترى يا حبيب انت عارف انك ماتش في طريق أخر وجهنم يعني شعرة شعرة في جسمك هتتحرق يعني عضو عضو في جسمك هيتحرق يا ترى انت عارف انك بترخاص نفسك لو بتحبه اعرف انك بترخاص نفسك مش ده مقامك مش مقامك ان شاب يضحك عليك بالكلمتين مش مقامك ان شاب ينزلك من بيتك بمكالمة تليفونية مش مقامك مقامك انك تقودي في بيتها بوكي معززة مكرمة ويجيلك الخطاب لغاية باب البيت مقامك انك تبقى مالكة على كل الحر العين في جنة الرحمن انما اللي انت نفسك في ده مش مقامك بتحبها انت مش بتحبها انت قلبك فاضي فلما جات بنت حبيتها ولما جات اغنية حبيتها ولما جي مغني حبيته انما انت لو قلبك مليان بحب الله مش هيبه في مكان لحب مخلوق انت مش بتحبيه انت قلبك فاضي مفيش في مكان لحب الله سبحانه وتعالى فأي حاجة بتيجي بتسكنه خد بالك بتحبها آه بحبها قوي خد بالك ان هي الوقتي عشان تقف معاك الوقفة دي وتتكلم معاك المكالمة دي خانت أبوها وخانت أمها وخانت إخوتها وخانت أعمامها أخوالها خد بالك اللي خانت اللي بيحبوها أكتر منك ألف مرة مش هتخونك في يوم الأيام لا ده خانت ربنا وخانت الدين مش هتخونك في يوم الأيام خد بالك واب يكلمك دخاين لربنا دخاين لدينه مش هيخونك انت في يوم الايام يا جماعة الحب والله يا جماعة حب حبك للمخلوق حبك لوحدة هيجيب لك اكتئاب وقلق ودي صح ولا غلط انما حبك لربنا انشراح وعطاء من يستحق الحب مين اللي يستحق قلبك ومين اللي يستحق قلبك لو يوم الفلنطين وانت واقف مع صديقتك وحبيبتك لو انت واقف مع شاب ابن الشباب يوم الفلنطين وجيه واحد قال لك انا والعزب الله وكافر وعايز اسلم انت مش مسلم عرفني الاسلام هتقول لنا انا ما عرفش انا ما عندش معلمات على الاسلام اصلا بعد كده جات مرأة بتستغيث انا مسلمة من غزة هربت من حصار اليهود وجنود اليهود انجدلي انجدك ازاي انا ما انا ما عرفش انجدك ولا عرف اعملك حاجة بعد كده جاتوا احنا مسكينة انا عايز اكله اكل عيالة ديني حاجة لله اديك اذا انا اخر فلوس معها جبت بقى كارت محمول وجبت بعد ابدو بحمر الدول هدية في الفلنتين بعد كده جيه واحد يقول لك انت انا في كليت ايه انا في كليت هندسة طب كويس احنا عايزين مهندس مسلم شاطر امين عشان يبقى امين ويشير ويبقى انسان امين في الهندسة مع الناس والله انا المخدرات ضمرت دماغي وانا ما عرفش اصلا في الهندسة حاجة لان انا كل يوم بقف معاشر ساعات في الجامعة ما بحضرش بحضرات ولا عرف في الهندسة حاجة ثم انا النهاردة مشغول عشان الفلنتين سيبني مش فاضي بعدها جالك واحد كافر قال لك خد بالت احنا عملنا عيد عشان نضمر الاسلام ونلهي المسلمين عندينهم وعن المنابح اللي بنعملها لهم ما تشاركنا فيه عشان تلهي المسلمين عندينهم اكتر واكتر هتكتشف ساعتها انك انت بتشارك الكفر في نصرتهم ضد المسلمين وفي منابح المسلمين يعني انت الوقت بتحتفل في نفس الوقت اللي كريستينا وباولو في اوروبا وامريكا بيحتفلوا بتحتفل بنفس العيد اللي هم بيحتفلوا بايه عيد القديس فلندين سبحان الله سبحان الله وصلنا لكده ازاي شباب وصلنا لكده ازاي يا امة محمد كل ده بسبب القنوات الغير اسلامية والموقع النت الغير اسلامية الدش والنت الغيلان اللي دخلت بيوتنا دمرتها كل ده لما دخل الدش والنت بيوتنا الخيانات الزوجية دخلت الانتز دخل زواج الشباب من الاوروبيات والامريكيات والملحدات دخل لما دخل ده في بيوتنا الجواز العرفي دخل لما دخل الدش والنت في بيوتنا البيوت بتاعتنا نهارت والشباب نهارت كنا قبل كده لما كان الشباب منحرف كنا بنتكلم الشباب لما المصيبة زادت بينا بنصرخ في الأهال اعملوا لو لكم حاجة لما المصيبة زادت بينا بنتكلم لأصحاب القنوات الفضائية وأصحاب المواقع النت وباقع الملابس النسائية المنحلة بنقول لهم اتقرب بنا لما المصيبة زادت بنا بنصرخ في كل مسؤول اعملوا حاجة انقذوا شباب الأمة 80% من شباب الأمة بأملوش مستقبل المخدرات ضمرت قلبه وعقله والحب ضمر قلوبهم ونفسياتهم انقذوا شباب هذه الأمة لما المصيبة زادت ما عادش لنا غير ربنا بنقول له انقذنا وانقذهم يا رب انقذنا وانقذهم يا رب يا جماعة هنفضل سكتين على مقاسي الشباب ووقع الشباب لغاية امتى هنفضل سكتين على الكارسة اللي بتحصل ديك لغاية امتى قررت قصة لأحد الناس لما دخل الدش في بيته ابنه تجاوز واحدة أوروبية وديك بقى كتير أوروبية كفرة وجابها في البيت مع امراته وبنته تجاوزت عرفي وابنه التاني مش في سكة المخدرات ودخل السجن فانا في الاول قلت ايه ده وما بيبلغوا دول ولا ايه وبقاك قلت بيبلغوا ايه احشباب أمتنا مع مضمر بسبب هذه الأمور ضمر يا جماعة انت لما بتفتح موقع نت غير اسلامي او قنافة غير اسلامية انت بتفتح غول هيفترسك انت بتفتح حاجة هتضيع دينك انت بتفتح تعبان مفترس هيفتع إبداعك انت مش عارف انت بتعمل ايه شبابنا بقوا مدبرين الشباب المدمن دول هيعملوا ايه المدمن ده ما عنده الصحة هيجوز حتى ده لو عايز يقعوا في الزنا لازم ياخد جرعة مخدرات زي ده المدمن ده الشباب المدمنهم يفتر في رمضان ما عنده إرادة لصوم المدمن ده المدمن ده مشروع نصاب وحرامي لانه هيجيب فلوس يشرب من اين المدمن ده مشروع ولا عيض بالله واحدة مفسدة في الارض هجيب فلوس من اين المدمن ده يا جماعة المدمن ده ما عندهش مستقبل جسمه متسمين بالمخدرات بانفعش يشتغل اي شغلان المدمن ده ما عندهش مشاعر لأ مشاعر تجاه أبوه ولمه ولا زوجة ولا أولاد ما هوش امين على اي حاجة في المجتمع ولا في الحياة ولا في الامة لو صاحبه اللي بيشرب معه مات قدامه بيجري ويهرب يشوف مكان تاني يكمل شرب فيه احنا لغاية امتى اول ما الواحد دخل الجامعة كان لسه كان الشاب اللي بيشرب سجاير ده بيبقى معروف في المكان كله ده ده جرسومة جرسومة شوية والتمثيلية زادت بقى الولد اللي بيكلم بنته وبيحبوا بعض في الكلية معروفين في خمس ست كليات حواليهم الجرسين دول ده صاحبة فلانة التفسيرية زادت بسرعة وبزور الفساد نبت بسرعة لغاية موشط للوقع اللي احنا فيه فيه سنوات معدودة ازاي يا جماعة ازاي لازم انقاذ لازم انقاذ للوضع الحالي بتحبها لو بتحبها سيبها لله سيبها لربنا سيبها انت ده هي دي اختيارك مش اختيار ربنا ليك ده اختيارك لنفسك مش اختيار ربنا ليك تب ما سيبه ربنا اقتلك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لو انت سيبتها لربنا لو هي الخير ربنا هيجيبها لك تاني في الحلال ولو فيه حد احسن منها ربنا هيجيبلك اللي احسن منها مت سيبين ربنا ولو هو الخير ربنا هيجيبهولك تاني ولو هو الشر ربنا هيبعده عنك وهيجيبلك اللي احسن منه سيبيه وقف بين الين ربنا وقوله يا رب انا سيبت عشانك يا رب اديني اللي احسن منه يا رب ولو هو الخير جيبهولي يا رب يا جماعة اقول لها خمس سنين يا اختي خمس سنين نبعد عن بعض استنيني قدام خمس سنين قبل الخمس سنين دول لو تقدر تستنيني ولكن ما فيش اي اتصال ولا اي مكلمة ولا اي اتصال خالص الخمس سنين لو عندهم خلاص انت في حل من امرك لو خلاصوا الموضوع انت يا جماعة ده ده كحل كحل من الحلول اللي ممكن يعني تبقى مناسبة الكثير من الشباب في هذا الواقع وتبعدوا عن بعض تماما لو الخير في انكم تكتمع ربنا هيجمع بينكم لانكم اخترتوا ربنا على بعض ولو الشر انكم تكتمع ربنا هيختار لكم الاحسن يا قولي له انا ممكن اسيب اي حاجة عشانك إلا ربنا قولي انا ممكن اضحي بأي حاجة عشانك إلا ربنا قولي انا عذرا عرفت ربي قولي انا يا جماعة من فقدها فماذا وجد لو بتحبها فعلا سيبها وإلا توقع بتحب نفسك ولو بتحبيه فعلا خافي عليه كفانا غفلة يا جماعة كفانا غفلة كفانا جرأ على الله كفانا جرأ على محارم الله كفانة يا جماعة استختار بالعوقب الأخروية للمعاصر اللي احنا بنعملها كفانة يا شباب احنا داخلين امتحان انت داخل امتحان في الاخرى هتتسأل فيه عن كل حاجة مش امتحان الدنيا اللي بتذكر ورقتين وخمس أسئلة وتدخل تلاقي نصف الامتحان وتنجح وتعدي انت داخل امتحان هتتسأل فيه عن كل أعمالك وقفوهم انهم مسؤولون فوربك لنسأل انهم أجمعين عما كانوا يعملون هتتسأل فيه عن امناتك كلكم رأوى كلكم مسؤول عن رعيتك هتتسأل فيه عن عمرك فيما اثنيت يوم يوم في عمرك سنة سنة في عمرك هتتسأل عنها زنوب 2009 هاتوا حسبوها بخلص الزنوب 2010 زنوب 2011 وعن شبابك فيما قبليت ساعة ساعة في شبابك وشبابك هتتسأل عنها ساعة ساعة كلمت في التليفون واتكلمت وفضلت تبص البعض هتتسأل عنها وعن ماله من اين اكتسب فهو فيما انفقه شلن شلن صرفته على كارت محمول تكلمه شلن شلن صرفته على مسج تبعت هلاء شلن شلن صرفته على هدية جبهاله هتتسأل عنها قدام ربنا وعن علمه ماذا عمل فيه آية آية سمعتها حديث حديث عرفته في الدين هتتسألوا عنه مطبقتهش ليه الكلام اللي بتسمعوا الوقتي ده هتتسألوا عنه قدام ربنا يا نهر البيض يعني احنا بنسمع الكلام ده من ورد نفسنا الوقتي لا يا حبيبتي لا يا أختي لا يا حبيب قلب انت مش متورط نفسك ده انت بتقرب من ربنا الوقت خطوة ده انت بتفتح ودنك لكلام ربنا الوقت بعد ما فتحتها الكلام شعاطين الانس دهما يا ما فتحتها الشعاطين الانس ده انت بتقرب من ربنا وربنا هيقرب منك واتشوف شكرا ربنا لسماعك الكلام دهوت فورا بإذن الله واتشوف قبور ربنا انك انت سمعت عشانه وانك سمعت عنه وانك اديت ودنك وإنك لللي بيدلك على طريقه وإنت هتشوفي ده في دنيتك عاجلا وآجلا يا جماعة يا جماعة هنسأل والله العظيم هنسأل عن كل حاجة إحنا داخلين تحاني هوايلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ده بيسيب لصغيرة ولا كبيرة ده ما سمش حاجة إحنا ما كناش عارفين إحنا مترقبين للدرجة دهية وكل صغير وكبير مستطر كل حاجة مصطورة عليك ومكتوبة عليك صغيرة وكبيرة تخيالي مكالمة ست ساعات وتخيالي انت مكالمة عشرين ساعة كل كلمة فيها مكتوبة عليك مكتوبة كنا هو محفورة في صحيفتك هتروح منها فيه لو ما تبتش إلى الله سبحانه وتعالى هنتحاسب يا جماعة إن كنا نستنسخ وما كنتم بتعملون لما تقف التوهية قدام ربنا يوم القيامة تقفوا تلتين قدام ربنا والمكالمة التلفونية تتشغل وتفتكروا الكلام اللي كنتم بتقولوه والصورة النسخة بتاعت المقابلة تتشغل وتفتكروا اللي كنتم بتقولوه مهبار ساعتها تعمل ايه تعمل ان ربنا ساعتها يقول للملايك عليك خذوه فاقولوه ياخدوني فين يا رب انا مكنتش يستحمل كبريت في الدنيا ولا كنت استحمل باية سخرة في الدنيا امال امال كنت ترتيبش معالي وانت عارف ان ده بيغضبنيش وانتي كنت بتلبس اللبس اللي بيبرز مفاتنك ليه وانت عارف ان ده بيغضبني يا رب ده انا كنت بحبه حب حرام قائمة على اساس حرام هي دي عقبته في الاخرى وانا كنت بحبها حب حرام قائمة على اساس حرام هي دي عقبته في الاخرى انت تأمن يوم الايامة ساعة البعث لما التراب يتنفض من عليك والكفن يتمزق من حولين جسمك وجسمك يتجمع وتطلع تلاقي ظلام رهيب وحر رهيب وصائق وشاهد بيقتدوك ساعتها لو علاقتك بيها تنجيك من العذاب خليك معاها لو علاقتك بقى مش بيك مش هتخليه سبب عذابك في اذا اليوم خليك معاها ساعتها لو مش هيتبرق منك خليك معاها ساعتها لو مش هيدوس عليك برجلة عشان ينجو هو ويضيعك خليك معاها انت تأمن يوم القيامة لما تيجي تحقق معاها وتتحاسب وتقول هو رفتني وضيعني والملائكة تجيبك في ارض المحشر ويتمشي بجنود بتدور عليك في ارض المحشر عشان تتمى فيك وانت اول ما تشوف الملائكة انا هتحاسب ولا ايه لا لا دا تحقيق تاني تحقيق مش نفس الحساب بتاعك ما جاهش وانت رايح مرحوب يا ترى ايه مصره النصابي اللي انا عملتها واول ما تروح وتشوفها يا دي اليوم اللي مش فاهت هي يا رب السبب لا يا رب هو السبب وتفضلوا تتلعنوا الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين ولن ينفعكم اليومئذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون يا جماعة عايزين نفوق عايزين نفوق وعايزين نرجع لربنا سبحانه وتعالى كفانة غفلة اخواني يوم الحساب هنعمل في ايه امتحان الاخرى هنعمل في ايه امتحان الراهيب قدام ربنا سبحانه وتعالى هنعمل في ايه انت في الدنيا ممكن تمتحان في مكان مكتب خشب وورق وقلم والاضواء عشان تعرف تشوف كويس ومراوح ولو واحد جلوس ضع يجيبوله أرسين سبرين ولو واحدة تعبد تجيبولها دكتور لجنة امتحان بالمنظر ده ان لجنة امتحان الاخرى تخيل اذا النجوم طبصت حدش فيه نجوم اصلا واذا السماء فرجت ما حدش فيه سماء اصلا واذا الجباله نصفت نسف نسف من حواليك ما حدش فيه جبال اصلا تخيل منظر لجنة الامتحان منظرها ايه لا اصلا مش امتحان واحد فيه امتحان في القبر لجنة وشكلها ايه زور المقابر الليلة وانت تعرف لجنة وشكلها ايه كنا من أيام في المقابر بالليل أحد إخوان اتصل بي وقال لي تعالى بس أنا يعني أنا في المقابر الوقت كنا ساعة 2 ونص بالليل تقريبا وقال لي أنا فيه منظر غريب جدا كان راح يزور المقابر بالليل منظر غريب جدا فيه نار طلع من جنب قبر في شجرة كده مولعة فأنا طبعا إيه قلت هو بالليل وتهولت بقى بعض الإخوة المهم روحت فعلا والله العظيم يا جماعة منظر يا كاد القلب إنه ينخلع ليه شجرة طلع طلع جزورها طلع من تحت قبر واحد نايم بالعرض كده شجرة طلع النار النار مولع الشجرة من تحت الساعة 3 بالليل مليه يولع شجرة والشجرة دي عشان تولع أصلا ده عايزة 100 طن بنزين دي عشان تولع ونار رحيبة قاعد الإخوة تحفر النار كل ما تحفر الشجرة جزورها بقت جمري من تحت النار جاية من تحت مش جاية من فوق النار جاية من تحت يا جماعة كل ما تحفر جزور الشجرة مولاها كل ما تحفر طفنا النار شوية والنار ولعت تاني جينا بعد يعني بعض الشاب روح بعد يومين لا الشجرة ألعت من المكانة الشجرة تحرق تماما الجزور بتاعتها اتشالت من المكانة قول ده سبحان الله بنحكمش على حاجة ولكن منظر اللي اخوة صوروه بالموبايل والله العظيم تشوف المنظر قلبك يتخلع صوروه عشان كل واحد يسمع ممكن يقول ده حاجة صعبة نحاول ان احنا ننزله ان شاء الله على ويته الله ان شاء الله الايام القادمة ده بإذن الاسمحة على منظر رهيب النار جاية من تحت مش جاية من فوق ونار رهيب محولك زور الشجرة الخشب المتين محولها الفحم متوهج سبحان الله العظيم المقابر المقابر منظر المقابر ما تشوف مكان اول امتحانة تمتحن فيه النملة تتمدد فيها الامتحان ده لجنة واحدة لسه في الجان يوم الايامة لجنة الصراب دي تعمل فيها ايه ويوم الايامة منظر اللي جان يحشر الناس يوم القيامة حفاتا عراه السيدة عايش قالت عراه زي يا رسول الله الشباب والبنات محشورين عراه زي الرجال والنساء عراه زي فقال الامر اشد من ان يهمهم هذا الوقت الشاب التافي يبص على منظر في النت ينسى الدنيا اللي فيها ولا البنت اللي دفت بص على منظر في تقنى فضايا تنسى الدنيا اللي فيها يوم الايامة من الرعب والفزع ده ربنا بيقول يوم ترونها تذهل كل مرضاعة ظهول تضعوا كل ذات حمل حملها انجهض لكل الكائنات على وجه الارض طرى الناس سكارة انهيار عصبي وعقلي ليه يا رب ده كل ده عشان ايه عشان يتحسبوا وقروا على صدوبهم لا لسه عشان يا رب تقالهم عنده من عصرات لسه عشان وقفوا قدامك يا رب وقلتوا خذوفة غلوه لسه ومال عشان ايه عشان يوم ترونها بس لمجرد رؤية مصرح لمجرد رؤية قاعة الامتحان بتاع الاخر لمجرد رؤية قاعة الامتحان بس والزمن تخيل انك هتمتحن في خمسين خمسين ساعة ده امتحان الدنيا ثلاث ساعات خمسين الف خمسين الف ساعة خمسين الف سانة انت عارف ساعتها تقول ان الدنيا كانت ايه انت عارف ساعتها الست ساعات بتوع المكالمة الليلة كل ليلة والعشر ساعات بتوعفت الجامعة كل يوم والفصحات والخارجات والمزدات وعارفة كل ده والتشييت وعارفة كل ده هيبقى ايه ساعة من نهار ساعة ملبثنا يوماً أو بعضاً يوم أنا الوقت لو قلت لك احكي لي قصة حياتك اللي فاتت كلها أنت عندك 22 سنة أنت عندك 24 سنة أنت عندك اللي عندك أنت عندك 50 سنة هتحكي لي قصة حياتك في ساعة ساعة هي ملخص حياتك اللي بقى يا حبيبة هيمر زي اللي فات مهرب هيمر بدون ما تحس بأمته أصلاً يا جماعة كفانا غفلة كفانا جرأة على الله كيفانا جرأ على الملك اللي هناف من ايديه انت اللي بيرقبك في امتحان الدنيا واحد زيه زيك ممكن تغشه وما يدراش بيك ولكن امتحان الاخر اللي هيرقبك الملك القدير من رقبك الحي القيوم الذي لا ينام رقبك السميع البصير من رقبك ويعلمه ما في البر والبحر الغابات الاستوائية في منتصف الأرض اللي عليها معظم الحي على وجه الأرض معظمها العلماء ما حطوش فيها رجل أصلا البحر البحر معظمها العلماء ما يعرفوش عنها أي حاجة ولا حطوش فيها رجل انت متخير ربنا يعلم كل شيء هتهرب منه فين هتهرب من علمه بكل عمل عملته زي هتهرب من احصاءه الكلمة كلمة قلتها ونظرة نظرة بصيتها ازاي هتك يا جماعة ده طفان معاصي ده تمرد على الله التمرد ده كله لما يحصى أحصاه الله ونسوه أحصاه الاحصى ده علم من العلوم الوقت علم من العلوم اللي بتدرس في العالم كله تخير انت محصى عليك كل شيء أحصاه الله ونسوه كفانة غفلة يا جماعة كفانة غفلة يا شباب كفانة غفلة ممكن واحد يقول طب أنا طب يعني أنا أنا مش عارف أقول لك ايه أنا ممكن الكلام ده يقلقني أنا عايزة فوق بس انت مش متخيل انت مش متخيل المعاصي بقت سهل ازاي ده الكبائر والمبقات الوقتي بقى تسهل من انك تولى عودك بريه انت مش متخيل الكبائر بقت متاح الوقت ازاي انت يعني الآن انت بتتكلم ان خلاص الكبائر منتشر قدامك تسير المعصية ده حاجة ترعبنا ترعبنا ليه يا ابني ده لما ربنا أراد انه يخسف ببني إسرائيل قرد وخنازير يمسكهم يصلهم المعصية أصحاب السبت لما تصلهم المعصية يتمسكوا بعدها ده انت يا ابني تسير المعصية ليه ده معناه ان المرحلة اللي بعد كده نزول انت ام ربنا سبحانه وتعالى طبعا من ايه انا مقدرش يعيش من غير حب تداش تعيش من غير حب ازاي ازاي بتداش من اللي استحق حبك ربنا بيواد كل يا عبادية الذين أصرفوا على أنفسهم ربنا بيكلم الزناة والسرقة والقتل واللي اتجاوزوا عرفي واللي عادمانوا مواقع إباحية واللي سرقوا واللي نصبوا بيقولهم يا عبادي يا ربي ما قلتش يا زنال إيه يا سرقة إيه ربنا بيسترك انت حالف رحمة ربنا بك قد إيه أنت لما عصيت ربنا ربنا كان ممكن ينسفك أنت لما عصيت ربنا ربنا كان ممكن ينزل SHAAB حارج يحرقك وانت بتعصيه انت لو ربنا عملك بعزته ومقامه كنت مش لما عصيت لمجرد وانت بتهم بالمعصية كان طلع بركان بلعك انما انت لما عصيت ربنا ربنا ما نسفكش ما حلقكش ما اتمام ووتكش انت لما عصيت ربنا ربنا رحمك وجوزك ورزقك ونجحك وعفك في بدنك وشفاك واجاب دعائك وفرق كرباتك وهيبدل سيئاتك حسناك لو رجعت له انت بتغرب من حبيبك انت بتغرب من حبيبك يا جماعة المؤمرة اللي اتعملت لأمة محمد وصلت ملايين أمة محمد انهم ما عادوش عارفين مين حبيبهم ومين عدوهم ما عادوش عارفين ايه قضيتهم وايه هدفهم وايه رسالتهم ربنا بيقول الرسول بيقول لالله افرح بتوبة احدكم لالله افرح بتوبة احد بتوبة مين توبة زني ربنا يفرح بتوبة زني ربنا يفرح ليه يفرح ليه يفرح بيك ليه شاب النهاردة بتكلم معاه بيقول لي أنا يائس أنا محبط والله الشاب ده كلامي معاه هو السبب أن أنا جئت الليل هو السبب أن أتكلم معاه يا ابني أنت يائس ليه يقول لي وربنا ممكن يتوب علي بعد اللي أنا عملته يا ابني يتوب عليك يا حبيب قلب أنت بتعمل أرحم الرحمين إذا كان عملك بقمة الكلم وانت بتعصيه وما لا هي عملك إزاي وانت بتطيعه وهو ربنا ممكن يسبتنا على طاعته أنا ما عنديش طاقة أن ألتزم يا ابني هو أنت بتلتزم بتقطق أنت ولا ماذت من الله بس أنت أصدق ربنا يقول لي بس أنا مرعوب بالكلام اللي أنت بتقوله ده أنا كده بقوم الحج على نفسه وأنا بسمعك قلت له يا ابني أنت بتأهرب من ربنا خطوة وهتشوف ربنا هيكرمك بها دي وهيعطيك بها دي يا جماعة الشباب الشباب محتاج زلزالي فوقه محتاج هزة فوقه ياه بلقنا نوصل لنهاية الحلقة جماعة بلقنا نوصل لنهاية فيروس الفلانتين أو نهاية فلانتين فيروس أو نهاية هذا الفيروس القاتل ربنا يقضى عليه إن شاء الله في ديار المسلمين ويبدأ كل الحب بتاعنا حب طاهر وعفيف أنت مصمم على فلانتين أيوة الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام يأتي له بأهوان أهل النار يوم القيامة أهوان أهل النار عذابت يقول ألو أن لك الأرض جميعا وما فيها أكدت تفتدي بها يقول نعم يا رب يقول قد أردت منك أهوان من هذا عض البصر أهوان من هذا أنك تسيب الولد اللي أنت ماشى معاه أهوان من هذا أنك أنت تسيب المواقع القذرها من هذا صلاة الجماعة أهوان من هذا يا جماعة يا جماعة بدل ما نعمل احتفالية الحب المخلوق للمخلوق نعمل احتفالية الحب ربنا بدل ما تعلق دبابيب وقلوب حبرة في العربية بتاعتك ليه ما تكتبش عليها بحبك يا رب ليه ما تكتبش عليها حبيبي يا الله ليه يا جماعة البنت هتديك مشاعر لكن ربنا هيديك جنة عرضها في سماوات الأرض الولد هيديك كلمتين حلوين لكن ربنا هيديك الفردوس الأعلى في جواره وهيديك يزود في الجنة أحسن مليار مرة من اللي انت بتكلميه يا جماعة ده الكنيس قالت على الفلانتين بدعة احنا هنقول عليه ايه يا جماعة العيد الصغير في 14-11 والعيد الكبير اللي جاي دهوت عيد الفلانتين العالم الكبير احنا بقنا عندنا عيد صغير عيدين حب وعيدين دين يعني بقى الحب زي الدين عندنا الوقتي عايزين نفوق يا شباب ثم انت لو مصمم على الفلانتين عيد الفلانتين يا ترى هتصلي العيد فين وانتي هتصلي العيد فين انت بتتريع علينا ولا ايه بتتريع على الفلانتين ولا ايه لا يا حبيب قلبا مش بتتريع اوانش قصد الفلانتين اصلا بالعيد انا قصد عيد تاني خالص قصدك عيد ايه عيد الفطر ولا عيد الاضحالة لا 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 عيد اكبر واعظم في حياتك عيد ايه ده انما العيد لمن قطاع الله العيد الحقيقي اعظم عيد في حياتك أعظم عيد في حياتك كلها يما هتتصالح على ربنا يما هتقوم تتوضي وتصلي ركعتين توبة وتوقف من إيدي تقول إنه توبت إليك يا ربي يا خالقي يا مولاي هو ده أعظم عيد في حياتك وصلاة أعظم صلاة عيد هتصليها في حياتك ركعتين توبة اللي هتتوب لربنا بيهم يعني هتصلي العيد فين هتقوم الوقت تتوضى بعد واسمات الكلام ده وتقوم تتوضى وتصلي ركعتين صلاة العيد العظيم في حياتك عيد التوبة في حياتك تعيد ربنا صلحتك يا رب خلاص سبتني مناش راجعتين يا رب ولا هتنزل تصليهم في المسجد ولا هتصليهم في البيت هنصلي العيد فين يا جماعة أعظم عيد في حياتنا عيد التوبة وأعظم صلاة في حياتنا صلاة التوبة أعظم صلاة عيد صلاة التوبة عايزين نتوب لربنا سبحانه وتعالى وعايزين نبقى صادقين مع ربنا سبحانه وتعالى الفلانتين فيروس الفلانتين الخطير أنا بذكركم يا جماعة بذكركم يا شباب بذكرك يا كل واحدة فلنطينية ويا كل شاب فلنطيني ويا كل واحد فلنطينو ويا كل بحث عن الحب وبحث عن الحب وما بتحبش حد بس زعلانة وبتدور على حبيب ويا كل واحد مستني السبت اللي بعد الجاي عشان يقدم هدية الحمراء بتاعة التعبير عن مشاعره لمن يحبوها في الدنيا ويا كل فتاة سعيدة بعلاقة حب يعيش فيها أنا بقول لكم ان الفلنطين ده هيضمر قلوبك وحيضمر عليكوك بالله اختاريه يا هو يا ربنا اختارها يا هي يا ربنا اختار يا جماعة اختار يا جماعة احنا في امتحان خطير نسبة النجاح في مش 40% و50% زي المجازل اللي بتحصل في بعض الكليات نسبة النجاح في واحد في الألف بعث النار واحد في الألف كل ألف بني أدم واحد بيروح الجنة وتسعمل ساسين نهات والبني أدم أول مميزل تحت الطراب أول كلمة بيقولها رب ارجعون عايز دور تاني يا رب امتحانات الدنيا كنت باخد دور تاني فيها الدنيا دور تاني يا رب ممنوع كلا ما فيش وهم يسترخون فيها يا ربنا اخرش ما نعمل دور تاني يا رب ممنوع ممنوع واللي بيسقط في الامتحان يا ويلو واللي بينجح في الامتحان يا رب تنجحوا كلكو وننجح كلنا يا رب يا رب تنجح كل فتاة وكل شاب وكل واحد من أمة محمد وننجح كلنا يا رب اللي فرحان بنجاحه ما فيش فرحان في الدنيا زي اللي فرحان بنجاحه لما بيفرح وبيزحزح عن النار فمنزحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز وفرحتك وانت داخل الجنة لقاب قوس احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها هتفرحي ساعتها بكل متر ليك في الجنة اكتر من فرحتك لو قلت لك انت بقيت ملكة متواجة مكرة انت هتملوك عرش الارض مكرة احسن من فرحتك لو قلت لك قصور الارض كلها لتبقرة وفرحتك لما ربنا يديك كتابك بيمينك هقوموا قرأوا كتابية اني ظننتوا اني ملاقل حسابية انا سبت كل شهوة عطلتنا عن ربنا عشان اليوم دهوت وانا سبت كل شهوة عطلتنا عن ربنا عشان اليوم دهوت تخيل فرحتك وانت بتحط اول رجل بعد الصراط والاخر واحد بيقعد من على الصراط بيقول الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين فرحان افراح الاخرة عايزيني بقى من اهل افراح الاخرة فرحتك وتببص الوجه لا ترجع لمراتك تقول لك لقد استدت حسنا وجمالا من فرحتك فرحتك فرحة رهيبة وانت بترتقف مقامات الجنة عايزة اقول ايه في النهاية عايزة اقول يا جماعة ان الفلانتين فيروس ده لازم نحاربه يا شباب اللي قاعد قدام الوقت يا شاب ملتزم او فتاة ملتزمة يا شاب وفتاة مبتالين بهذه المعصية اللي بيسمعون الوقت سواء هيسمعوها من فضائية هيسمعوها من شريك هيسمعوها من نت يا كده يا كده لو انت ملتزم يبقى انت مكلف قدام ربنا انك تجاهد الفيروس ده انك تجاهد المعركة الشيطانية الابليسية ده ايه انك تعمل دين الله انك انت تنشر المعركة وسط كل الشباب ولو انت انسان ضعيف وانت ضعيفة استعينوا بالله يا جماعة انا بنصحك نصيحة عشان تستعيني على نفسك ايه قوم اتصل الوقت بواحدة من صاحبتك اللي التزموا قوم الوقت اتصل بواحد صاحبك من اللي التزموا وانت سبتهم لما التزموا في التقدم بتاعه في الالتزام خدوا خطوة ايجابية اتصل بحد ملتزم من صاحبك وروح له اتصل بواحدة ملتزمة من صاحبتك وروح لها سبتوا نفسكوا في بيتي الامان في الصحبة الصالحة يا جماعة انا بكلم الوقتي كل واحد ملتزم ان شاء الله بإذن الله في ورقة بإذن الله عاملينها الورقة يعني هي ورقتين ورقة للولد ورقة للبنت لما تشوف ولد وبنت كده يبقى الولد له ورقة والبنت لها ورقة كلامهم يعني ممكن زي بعضه ولكن ورقة الولد مكتوب عليها بتحبها السؤال بخط كبير كده في الاول وبعد كده بقى ايه الطرقات على قلبه لو بتحبها خف عليها لو بتحبها سيبها لو بتحبها كلام كتير في الورقة واشه ده وورقة ثانية اسمها بتحبيه دي تعطل البنت بتحبيه بقى شوف الطرقات اللي بتتقلها ان شاء الله الورقة بإذن الله سبحانه تعالى يعني ممكن بكرة ان شاء الله او في خلال حاجة اكتر من كده بسيطة جدا ان شاء الله هتكون خلصة وتصممت ان شاء الله وهنزلها على موقع ويتو الله موقع الطريق الى الله ان شاء الله تدخلوا تسحبوها تنشرها في كل مكان تدوها لكل الشباب تدوها لكل البنات تدوها لكل الكافي شوبز ننشر يا جماعة فكرة يعني الواحد ممكن يعمل الورقة دائية ويعطل بعض المصالح ولكن لانها دعوة عشان الشباب اللي عايز يعمل حاجة ويكافح هذا الفيروس يلاقي حاجة يكافح بيها ان شاء الله بإذن الله نسحب الورقة دية من على الموقع ان شاء الله بإذن الله وننشرها ونتبحها وننشرها في كل مكان بإذن الله ورقة بتحبها وبتحبيه وان شاء الله يبقى التصميم بتاعها أحمر بقى وإيه وزي الفلنطين كده ماشي مع جو الفلنطين خالص ولعله ربنا يجعل بها أثر ونبقى أنكرنا منكر يا شباب ونبقى دعينا إلى الله سبحانه وتعالى مش عايز كلنا ننسى أبدا أبدا ونذكر الناس بالرسائل أن 13 و14 و15 يوم الحد والتنين والتلات وده من الأسباب اللي جابتني اللي إيه لا بفضل الله روح مني يعني اليوم 13 و14 و15 يا جماعة في الشهر العربي ما تضيحهمش أبدا يا شباب يوم الحد والتنين والتلات بإذن الله سبحانه وتعالى التجار اللي بيتجروا في الدبانيب الحمر وحاجات الفلنطين تقرب بنا ما تجروش بحار بدينكم ما تجروش مع ربنا ما تجروش ضد ربنا سبحانه وتعالى ما ننساش سيام 13 و15 أبدا إن شاء الله حد والتنين والتنين ربنا يعينا يا رب إن شاء الله وما ننساش إن شاء الله إن الأيام الجاية دي يعني في خلال أسبوع يعني الورقة إن شاء الله تنتل بكرة مثلا أو قريب من هذا إن شاء الله نلحي إن نتبحى يعني على قبل الفلنطين يكون كل حاجة جاهزة بإذن الله سبحانه وتعالى عشان نقدر إن احنا ننكر هذا المنكر ونحارب هذا المنكر بإذن الله سبحانه وتعالى فما ننساش موضوع الورقة أبدا ومسؤوليتنا عشان هنتسأل قدام ربنا على هذه المنكرات كلمة أحد السلف إني لو أرى المنكر فلا أنكره فأبوله دما من خشية الله هقول لربنا إيه إن أنا شفت المنكر واسكت خلاص يا إخواني في الله إلى هنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة وصلنا لنهاية الفلنطين فيروس ربنا يقضع علي يا رب ويقضع على كل فيروس بيهدد هذه الأمة يا رب ويتبع علينا توبة يرضى بها عنا يا رب اللهم تب علينا اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم إنا نتوسل إليك ونستغيث بك ونبتهل إليك يا رب عجزنا عن إصلاح فتيات امة محمد وانقذ رجال ونساء امة محمد وانقذ اطفال امة محمد واهدي دعاة امة محمد وافتح لهم الابواب يا رب اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم ان شياطين الانس والجن قد اجتمعوا علينا لاضلالنا فاهدنا يا رب اجرنا يا رب اغثنا يا رب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم اجعلنا من جندك المخلصين اللهم اجعلنا من حواري الإسلام اللهم استعملنا لنسرة دينك في الأرض يا رب اهد على أيدينا القلوب يا رب يا رب اخرج منا دعاة وداعيات يا رب اخرج منا دعاة وداعيات يا رب انصر دينك واعز أولياءك برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير